قطع ومكونات الجهاز حقيبة الحمل الوحدة الرئيسية للجهاز هوائيات البحث طبق مقوّل إشارة شاحن سيارة شاحن منزلي كيبل الشح وحدة قياس العمر ذليل الاستخدام توضيحات الوحدة الرئيسية حساسات تقوية الإشارة ضوء تنبيه الشحن مدخل الشحن علبة البطارية زر إيقاف وتشغيل الليزن شعاع الليزن هوائيات البحث طبق مقوّل إشارة تقوية 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 لوحة التحكم زر تشغيل وإيقاف الجهاز زر الأسفل يمكن الدخول إلى ضبط تردد عبر الضغط مطولاً على الزر زر الأعلى يمكن كتم الصوت عبر الضغط مطولاً على نفس الزر زر الدخول والاختيار زر يسار يمكن تحكم بإضاءة شاشة عبر الضغط مطولاً على نفس الزر زر يمين زر الرجوع إلى القائمة السابقة بعد الضغط على زر التشغيل ستظهر الشاشات التالية الماركة الخاصة بالجهاز اسم المودال قائمة اختيار اللغات بسبب الانتشار الكبير للجهاز تم تزويد الجهاز بثماني لغات عالمية تتيح لأي مستخدم استخدام الجهاز بسهولة قائمة أنظمة البحث يمكن اختيار نظام المناسب ثم الضغط على زر الدخول من لوحة التحكم يحتوي جهاز ميجا جولد على نظام واحد نظام المسح بعيد المدى لاستخدام نظام الاستشعاري يتم تركيب الجهاز على الشكل الآتي يتم توصيل الهوائيات بالوحدة الرئيسية للجهاز نقوم بفتح الهوائيات لأقصى طول ممكن يمكن ضبط توازن الهوائيات من رأس الهوائي عبر تدويره باتجاه اليمين واليسار حتى يكون الارتفاع واحدا بين الهوائيات نقوم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل بعد اختيار لغة من قائمة اللغات نقوم باختيار نظام المسح بعيد المدى بعد اختيار نظام المسح بعيد المدى ستظهر قائمة الهدف الموجودة في الجهاز يتم اختيار الهدف المناسب للمستخدم بالضغط على زر الدخول بعد اختيار الهدف ستظهر لنا شاشة تحميل البرنامج وسيظهر بها اسم البرنامج الذي قمنا باختياره مع جدول المسافات والأعماق يمكن تبديل بين المسافات والأعماق عبر أزرار أعلى وأسفل يمكن تغيير ضبط تردد دقيق عبر الضبط مطولا على زر الأسفل حتى سماع نغمة مختلف وتبديل القيمة بأزرار اليمين واليسار يمكن للمستخدم زيادة أو إنقاس وطيرة التردد إلى 12 هرتز معدل زيادة 1 هرتز لكل ضغط يفضل ترك التردد دقيق على الضبط المصنعي بقيمة صفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر